قناة ركائز الاسلام تقدم سلسلة الكتب المسموعة كتاب اليوم كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد الكاتب شمس الدين ابن قيم الجوزية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد العبدالله ورسوله صلى الله وسلم وبرك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد مجلسنا الثاني من مجال السماع كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله فصل في نسبه صلى الله عليه وسلم وهو خير أهل الأرض نسبا على الإطلاق فلنسبه من الشرف أعلى ذروته وأعدائه كانوا يشهدون له بذلك ولهذا شهد له به عدوه إذ ذاك أبو سفيان بين يدي ملك الروم فأشرف القوم قومه وأشرف القبائل قبيلته وأشرف الأفخاذ فاخذه فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشب بن عبد منافي بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزاخ بن معد بن عدناء إلى هنا معلوم الصحة منتفق عليه بين النسابين لا خلاف فيه البتة وما فوق عدنان فمختلف فيه ولا خلاف بينهم أن عدنان من ولد إسماعيل وإسماعيل هو الذبيع على القول الصواب عند علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم وأما القول فإنه بأنه إسحاق فباطل من أكثر من عشرين وجهاء وسمية شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول هذا القول إنما هو متلقا عن أهل الكتاب مع أنه باطل بنص كتابهم فإن فيه أن الله أمر إبراهيم أن يذبح ابنه بكرة وفي لفظ وحيدة ولا يشك أهل الكتاب مع المسلمين أن إسماعيل هو بكر أولاده والذي غر أصحاب هذا القول أن في التوراة التي بأيديهم إذبح ابنك إسحاق قال وهذه الزيادة من تحريفهم وكذبهم لأنها تناقض قوله إذبح ابنك بكرك ووحيدك ولكن اليهود حصلت بني إسماعيل على هذا الشرف فأحب أن يكون لهم وأن يسوقوه إليهم ويحتازوه دون العرب ويأبى الله إلا أن يجعل فضله لأهله وكيف يسوق أن يقال إن الذبيح إسحاق والله تعالى قد بشر أم إسحاق به وبابنه يعقوب فقال تعالى عن الملائكة إنهم قهل لإبراهيم لما أتوه بالبشرى لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب فمحال أن يبشرهما بأنه يكون له ولد ثم يأمره بذبحه ولا غيب أن يعقوب داخل في البشارة فتناول البشارة لإسحاق ويعقوب في اللفظ واحدة هذا ظاهر الكلام وسياقه فإن قيل لو كان الأمر كما ذكرتموه لكان يعقوب مجرورا عطفا على إسحاق فكانت القراءة ومن وراء إسحاق يعقوب أي ويعقوب من وراء إسحاق يعقوب أي وبيعقوب من وراء إسحاق قيل لا يمنع الرفع من أن يكون يعقوب مبشرا به لأن البشارة قول مخصوص وهي أول خبر سار صابق وقوله ومن وراء إسحاق يعقوب جملة متضمنة لهذه القيود فتكون بشارة بل حقيقة البشارة هي الجملة الخبرية ولما كانت البشارة قولا كان موضع هذه الجملة نصبا على الحكاية بالقول كأن المعنى وقلنا لها من وراء إسحاق يعقوب والقائل إذا قال بشرت فلانا بقدوم أخيه وثقلوا في أثره لم يعقل منه إلا البشارة بالأمرين جميعا هذا ما لا يستريب ذو فهم فيه البتة ثم يضعف الجر أمر آخر وهو ضعف قولك مررت بزيد ومن بعده عمر لأن العاطف يقوم مقام حرف الجر فلا يفصل بينه وبين المجرور كما لا يفصل بين حرف الجر والمجرور ويدل عليه أيضا أن الله سبحانه لما ذكر قصة إبراهيم وابنه الذبيح في سورة الصافات فقال فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم قال وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين فإن قيل فالبشارة الثانية وقعت على نبوتها أي لما صبر الأب على ما أمر به وأسلم الولد لأمر الله جازاه الله على ذلك بأن أعطاه النبوة قيل البشارة وقعت على المجموع على ذاته ووجوده وأنه يكون نبيا ولهذا نصب نبيا على الحال المقدرة أي مقدرين نبوته فلا يمكن إخراج البشارة أن تقع على الأصل ثم تخص بالحال التابعة الجارية ما جرى الفضل هذا محال من الكلام بل إذا وقعت البشارة على نبوته فوقعها على وجوده أولى وأحرار وأيضا فلا ريب أن الذبح كان بمكة ولذلك جعلت القرابين يوم النحر بها كما جعل السعي بين الصفة والمروة ورمي الجمار تذكيرا بشأن إسماعيل وأمه وإقامة لذكر الله ومعلوم أن إسماعيل وأمه هما الذان كانا بمكة دون إسحاق وأمه ولهذا اتصل مكان الذبح وزمانه بالبيت الحرامي الذي اشترك في بنائه إبراهيم وإسماعيل وكان النحر بمكة من تمام حج البيت الذي كان بنائه على يد إبراهيم وابنه إسماعيل زمانا ومكانا ولو كان الذبح بالشام كما يزوم أهل الكتاب ومن تلقى عنهم لكانت القرابين والنحر بالشام لا بمكة وأيضا فإن الله سبحانه سمى الذبح حليما لأنه لا أحلم ممن سلم نفسه للذبح طاعة لربه ولما ذكر إسحاق سماه عليما فقال هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون إلى أن قال قالوا لا تخف وبشطوه بغلام عليم وهذا إسحاق بلا ريب لأنه من امرأته وهي المبشرة به وأما إسماعيل فمن السرية وأيضا فإنه ما بشرى به على الكبر واليأس من الولد وهذا بخلاف إسماعيل فإنه ولد قبل ذلك وأيضا فإن الله سبحانه أجر العادة المشرية أن بكر الأولاد أحب إلى الوالدين ممن بعده وإبراهيم لما سأل الله الولد ووهبه له تعلق شعبة من قلبه بمحبته والله تعالى قد اتخذه خليلا والخلة منصب يقتضي توحيد المحبوب بالمحبة وأن لا يشارك بينه وبين غيره فيها فلما أخذ الولد شعبة من قلب الوالد جاءت غيرة الخلة تنزعها من قلب الخليل فأمره بذبح المحبوب فلما أقدم على ذبحه وكانت محبة الله أعظم عنده من محبة الولد خلصت الخلة حينئذ من شوائب المشاركة فلم يبقى في الذبح مصلحة إذ كانت المصلحة إنما هي في العزم وتوطين النفس وقد حصل المقصود فنسخ الأمر وفدي الذبيح وصدق الخليل الرؤية وحصل مراد الرب سبحانه ومعلوم أن هذا الامتحان والاختبار إنما حصل عند أول مولود ولم يكن ليحصل في المولود الآخر دون الأول بل لم يحصل عند المولود الآخر من مزاحمة الخلة ما يقتضي الأمر بذبحه وهذا في غاية الظهور وأيضا فإن سارة امرأة الخليل صلى الله عليه وسلم غارت من هاجر وابنها أشد الغيرة فإنها كانت جارية فلما ولدت إسماعيل وأحبه أبوه اشتدت غيرة سارة فأمره الله سبحانه أن يبعد عنها هاجر وابنها ويسكنهما في أرض مكة لتبرد عن سارة حرارة الغيرة وهذا من رحمته ورأفته بها فكيف يأمره سبحانه بعد هذا أن يذبح ابنها ويدعى ابن الجارية بحاله هذا مع رحمته لها وإبعاد الضرة عنها وجبره لها فكيف يأمر بعد هذا بذبح ابنها دون ابن الجارية فالحكمته البالغة سبحانه اقتضت أن أمر بذبح ولد السرية فحينئذ ترق عليها الست على ولدها وتتبدل قسوة الغيرة رحمة ويظهر لها بركة هذه الجارية وولدها وأن الله لا يضيع بيتا هذه وابنها منهم وليري عباده جبره بعد الكسر ولطفه بعد الشدة وأن عاقبة صبرها جرى وابنها على البعد والوحدة والغربة والتسليم لذبح الولد آلت إلى ما آلت إليه من جعل آثارهما ومواطئ أقدامهما مناسك لعباده المؤمنين ومتعبدات لهم إلى يوم القيامة وهذه سنته تعالى في من يريد رفعته من خلقه أن يمن عليه بعد استضعافه وذله وانكساره قال تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ولنرجع إلى المقصود من سيرته صلى الله عليه وسلم وهديه وأخلاقه ولا خلافة أنه صلى الله عليه وسلم ولد بجوف مكة وأن مولده كان عام الفيل وكان أمر الفيل تقدمة قدمها الله لنبيه وبيته وإلا فأصحاب الفيل كانوا نصارى أهل كتاب وكان دينهم خيرا من دين أهل مكة إذ ذاك لأنهم كانوا عباد أوثان فنصرهم الله على أهل الكتاب نصرا لا صنع للبشر فيه إرهاصا وتقدمة للنبي صلى الله عليه وسلم الذي خرج في المكة وتعظيما للبلد الحراب واختلف في وفاة أبيه عبد الله هل توفي ورسول الله صلى الله عليه وسلم حمل أو توفي بعد ولادته على قولين أصحهما أنه توفي ورسول الله صلى الله عليه وسلم حمل والثاني توفي بعد ولادته بسبعة أشهر ولا خلاف أن أمه ماتت بين مكة والمدينة بالأبواء منصرفها من المدينة من زيارة أخواله ولم يستكمل إذ ذاك سبع سنين فكفله جده عبد المطلب وتوفي ولرسول الله صلى الله عليه وسلم نحو ثمان سنين وقيل ست وقيل عشر ثم كفله عمه أبو طالب واستمرت كفالته له فلما بلغ ثنتي عشرة سنة خرج به عمه إلى الشام وقيل كان سنه تسع سنين وفي هذه الخرجة رآه بحير الظاهب وأمر عمه أن لا يقدم به إلى الشام خوفا عليه من اليهود فبعثه عمه مع بعض غلمانه إلى المدينة وقع في كتاب الترمذي وغيره أنه بعث معه بلالا وهو من الغالط الواضح فإن بلالا إذ ذاك لعله لم يكن موجودا وإن كان فلم يكن مع عمه ولا مع أبي بكر وذكر البزار هذا الحديث في مسنده ولم يقل وأرسل معه أبو بكر بلالا ولكن قال رجلا فلما بلغ خمسا وعشرين سنة خرج إلى الشام في دجارة فوصل إلى بصر ثم رجع فتزوج عقيب رجوعه خديجة بنت خويلة وقيل تزوجها وله ثلاثون سنة وقيل إحدى وعشرون وسنها أربعون وهي أول امرأة تزوجها وأول امرأة ماتت من نسائه ولم ينجح عليها غيرها وأمره جبريل أن يقرأ عليها السلام من ربها ثم حبب الله إليه الخلوة والتعبد لربه وكان يخلو بغير حراء يتعبد فيه الليالي ذوات العدد وبغضت إليه الأوثان ودين قومه فلم يكن شيء أبغض إليه من ذلك فلما كمل له أربعون أشرق عليه نور النبوة وأكرمه الله برسالته فبعثه إلى خلقه واختصه بكرامته وجعله أمينه بينه وبين عباده ولا خلاف أن مبعثه كان يوم لثنين واخترف في شهر المبعث فقيل لثمان مضين من ربيع الأول سنة إحدى وأربعين من عام الفيل هذا قول الأكثرين وقيل بل كان ذلك في رمضان واحتج هؤلاء بقوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن قالوا وأول ما أكرمه الله بنبوته أنزل عليه القرآن وإلى هذا ذهب جماعة منهم يحيى الصرصري حيث يقول في نونيته وأتت عليه أربعون فأشرقت شمس النبوة منه في رمضان والأولون قالوا إنما كان إنزال القرآن في رمضان أنزله جملة واحدة في ليلة القدر إلى بيت العزة ثم أنزله منجما بحسب الوقاع في ثلاث وعشرين سنة وقال الطائفة أنزل فيه القرآن أي في شأنه وتعظيمه وفرض صومه وقيل كان ابتداء المبعث في شهر رجب وكمل الله له من الوحي مراتب عديدة أحدها الرؤية الصادقة وكانت مبدأ وحيه صلى الله عليه وسلم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح المرتبة الثانية ما كان يلقيه الملك في روعه وقلبه من غير أن يراه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحمل أنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته الثالثة أنه كان يتمثل له الملك رجلا فيخاطبه حتى يعي عنه ما يقول له وفي هذه المرتبة كان يراه الصحابة أحيانا الرابعة أنه كان يأتيه في مثل صرسلة الجرس وكان أشده عليه فيلتبس به الملك حتى إن جمينه لا يتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد وحتى إن راحلته لتبرك به إلى الأرض إذا كان راكبها ولقد جاءه الوحي مرة كذلك وفخذه على فخذ زيد بن ثابت فثقلت عليه حتى كانت تردها الخامسة أن يرى الملك في صورته التي خلق عليها أن يحي إليه ما شاء الله أن يحيه وهذا وقع له مرتين كما ذكر الله ذلك في صورة النجم السادسة ما أوحاه الله إليه وفوق السماوات ليلة المعراج من فرض الصلاة وغيرها السابعة كلام الله سبحانه له منه إليه بلا وسطة ملك كما كلم موسى بن عمران وهذه المرتبة هي ثابتة لموسى قطعا بنطس القرآن وثبوتها لنبينا صلى الله عليه وسلم وثبوتها لنبينا صلى الله عليه وسلم هو في حديث الإسراء وقد زاد بعضهم مرتبة ثامنة وهي تقليم الله له كفاحا بغير حجاب وهذا على مذهب من يقول إنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه تبارك وتعالى وهي مسألة خلاف بين السلف والخلف وإن كان جمهور الصحابة بل كلهم مع عائشة كما حكاه عثمان بن سعيد للدانمي إجماعا للصحابة رضوهن الله عليهم فصل في ختانه صلى الله عليه وسلم وقد اختلف فيه على ثلاثة أقوال أحدها أنه ولد مختونا مسرورا ورغي في ذلك حديث لا يصح ذكره أبو الفرج في الموضوعات وليس فيه حديث ثابت وليس هذا من خواصه فإن كثيرا من الناس يولد مختونا وقال الميموني قلت لأبي عبد الله مسألة سئلت عنها ختان خت نصبيا فلم يستقصي قال إذا كان الختان جاوز نصف الحشفات إلى فوق فلا يعيد لأن الحشفة تغلو وكلما غلظت ارتفع الختان فأما إذا كان الختان دون النصف كنت أرى أن يعيد قلت فإن الإعادة شديدة جدا وقد يخاف عليه من الإعادة فقال لا أدري ثم قرى لي فإنها هنا رجل ورد له ابن مختون فاغتم لذلك غما شديدا فقلت له إذا كان الله قد كفاك المؤنة فما غمك بهذا انتهى وحدثنا صاحبنا أبو عبد الله محمد بن عثماء بن عثمان الخليلي المحدث بيت المغدس أنه ورد كذلك وأن أهله لم يغتنوا والناس يقولون لمن ورد كذلك ختنه القمر وهذا من خلافاتهم القول الثالث أنه ختن صلى الله عليه وسلم يوم شق قلبه الملائكة عند ظئره حليمة القول الثالث أن جده عبد المطلب ختنه يوم سابعه وصنع له مأدبة وصنع له مأدبة وسماه محمدا قال أبو عمر بن عبد البر وفي هذا الباب حديث المسنة الغريب حدثناه أحمد بن محمد بن أحمد حدثنا محمد بن عيسى حدثنا يحيى بن أيوب العلاف حدثنا محمد بن أبي السري العسقلاني حدثنا الوليد بن مسلم عن شعيب عن عطاء الخراساني عن عكريمة عن ابن عباس أن عبد المطلب ختن النبي صلى الله عليه وسلم يوم سابعه وجعل له مأدبة وسماه محمدا قال يحيى بن أيوب طلبت هذا الحديث فلم أجد عند أحد من أهل الحديث ممن لقيته إلا عند ابن أبي السري وقد وقع في هذه المسألة بين رجلين فاضلين صنف أحدهما مصنفا في أنه ولد مختولا وأجلب فيه من الأحديث التي لا خطام لها ولا زمام وهو كمال الدين بن طلحة فنقضه عليه كمال الدين بن العديم وبين فيه أنه صلى الله عليه وسلم ختن على عادة العرب وكان عموم هذه السنة العرب قاطبة بغنيا عن نقل معين فيها والله أعلم فصل في أمهاته صلى الله عليه وسلم التي أرضعنا فمنهن ثويبة مولاة أبي لهب أرضعته أياما وأرضعت معه أبا سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي بلبن ابنها مسروح وأرضعت معهما عمه حمزة بن عبد المطلب واختلف في إسلامها فالله أعلم ثم أرضعته حليمة السعدية بلبن ابنها عبد الله أخي أنيسة وجدامة وهي الشيماء أولاد الحارث بن عبد العز بن رفاعة السعدي واختلف في إسلام أبويه من الرضاعة فالله أعلم وأرضعت معه ابن عمه أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وكان شديد العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أسلم عام الفتح وحسن إسلامه وكان عمه حمزة مسترضعا في بني سعد بن بكر فأرضعت أمه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند أمه حليمة فكان حمزة رضي عن نبي صلى الله عليه وسلم من وجهين من جهة ثويبة ومن جهة السعدية فصل في حواضنه صلى الله عليه وسلم فمنهن أمه آمنة بن تواب ابن عبد مناف بن زورة بن كلاب ومنهن ثويبة وحليمة والشيماء أمنتها وهي أخذه من الرضاعة كانت تحضنه مع أمها وهي التي قدمت عليه في وفدها وازن فبسط لها رداءه وأجلسها عليه رعاية لحقها ومنهن الفاضلة الجليلة أم أيمن بركة الحبشية وكان ورثها من أبيه وكانت دايته وزوجها من حبه زيد بن حارثة فولدت له أسامة وهي التي دخل عليها أبو بكر وعمر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال يا أم أيمن ما يبكيك فما عند الله خير لرسوله قالت إني لأعلم أن ما عند الله خير لرسوله وإني إنما أبكي لانقطع خبر السماء فهيجتهما على البكاء فهيجتهما على البكاء فبكياه فصل في مبعثه وأول ما أنزل عليه صلى الله عليه وسلم بعثه الله على رأس أربعين وهي سن الكمال قيل ولها تبعث الرسل وأما ما يذكر عن المسيح أنه رفع إلى السماء وله ثلاث وثلاثون سنة فهذا لا يعرف به أثر متصر يجب المصير إليه وأول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر النبوة الرؤيا فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح قيل وكان ذلك ستة أشهر ومدة النبوة ثلاث وعشرون سنة فهذه الرؤيا منها جزء من ستة وأربعين جزءا والله أعلم ثم أكرمه الله سبحانه بالنبوة فجاءه الملك وهو بغار حراء وكان يحب الخلوة فيه فأول ما أنزل عليه أقرأ باسم ربك الذي خلق هذا قول عائشة والجمهور وقال جابر أول ما أنزل عليه يا أيها المدثر والصحيح قول عائشة لوجوه أحدها أن قوله ما أنا بقارئ صريح في أنه لم يقرأ قبل ذلك شيئا الثاني أن الأمر بالقراءة في الترتيب قبل الأمر بالإذار فإنه إذا قرأ في نفسه أنذر ما قرأه فآمره بالقراءة أولا ثم بإنذار ما قرأه ثانيا والثالث أن حديث جابر وقوله أول ما أنزل أول ما أنزل أولا وأنزل الله عليه من القرآن يا أيها المدثر قول جابر وعائشة أخضرت عن خبره صلى الله عليه وسلم عن نفسه بذلك الرابع أن حديث جابر الذي احتج به صريح في أنه قد تقدم نزول الملك عليه أولا قبل نزول يا أيها المدثر فإنه قال فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء فرجعت إلى أهلي فقلت زملوني دثغوني فأنزل الله يا أيها المدثر وقد أخبر أن الملك الذي جاءه بحراء أو أنزل عليه أنزل عليه اقرأ باسم ربك فدل حديث جابر على تأخر النزول المدثر والحجة في روايته لا في رأيه والله أعلم فصل في ترتيب الدعوة ولها مراتب المرتبة الأولى النبوة الثالية انذار عشرته الأقربين الثالثة انذار قومه الرابعة انذار قوم ما أتاهم نذير من قبله وهم العرب قاطبة الخافسة انذار جميع من بلغته دعوته من الجن والإنس إلى آخر الدهر فصل فأقام صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ثلاث سنين يدعو إلى الله مستخفيا ثم نزل عليه فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين فأعلن صلى الله عليه وسلم بالدعوة وجاهر قومه بالعداوة واشتد الأمر عليه وعلى المسلمين حتى أذن لهم في الهجرتين فصل في أسمائه صلى الله عليه وسلم وكلها أسماء نعوت ليست أعلاما محظة لمجرد التعريف بل أسماء مشتقة من صفات قامت به توجب له المدح والكمال فمنها محمد وهو أشهرها وبه سمي في التوراة صريحا كما بيناه بالبرهان الواضح في كتاب جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام وهو كتاب فرد في معناه لم نسبق إلى مثله في كثرة فوائده وغزارتها بينا فيه الأحاديث الواردة في الصلاة والسلام عليه وصحيحها من حسنها ومعلولها وبينا ما في معلولها من العيل لبيانا شافيا ثم أسرار هذا الدعاء وشرفه وما اجتمل عليه من الحكم والفوائد ثم مواضن الصلاة عليه وما حال لها ثم الكلام في مقدار الواجب منها واختلاف أهل العلم فيه وترجيح الراجح وتزيف المزيف ومخبر الكتاب فوق وصفه والمقصود أن اسمه في التوراة محمد صريحا بما يوافق عليه كل عالم من مؤمن أهل الكتاب ومنها أحمد وهو الاسم الذي سماه به المسيح لسر ذكرناه في ذلك الكتاب ومنه المتوكل ومنها الماحي والحاشر والعاقب والمقفي ونبي التوبة ونبي الرحمة ونبي الملحمة والفاتح والأمين ويلتحق بهذه الأسماء الشاهد والمبشر والنذير والقثم والضحوك القتال وعبد الله والسراج المنير وسيد ولد آدم وصاحب لواء الحمد وصاحب المقام المحمود وغير ذلك من الأسماء لأن أسماءه إذا كانت أوصاف مده فله من كل وصف نسم لكن ينبغي أن يفرق بين الوصف المختص به أو الغالب عليه فيشتق له منه اسم وبين الوصف المشترك فلا يكون له منه اسم يخصه وقال جبير بن مطعم سمى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه أسماء فقال أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بالكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي والعاقب الذي ليس بعده نبي وأسماءه صلى الله عليه وسلم نوعان أحدهما خاص به لا يشركه فيه غيره من الرسل كمحمد وأحمد والحاشر والعاقب والمقفي ونبي الملحمة والثالي ما شركه في معناه غيره من الرسل ولكن له منه كماله فهو مختص بكماله دون أصله كرسول الله ونبيه وعبده والشاهد والمبشر والنذير ونبي التوبة ونبي الرحمة وأما إن جعل له من كل وصف من أوصافه اسم تجاوزت أسماؤه المئين كالصادق المصدوق الرؤوف الرحيم إلى أمثال ذلك وفي هذا قال من قال من الناس إن لله ألف اسم وللنبي صلى الله عليه وسلم ألف اسم قاله أبو الخطاب بن دهية ومقصوده الأوصاف فصل في شرح معاني أسمائه صلى الله عليه وسلم أما محمد فهو اسم مفعول من حمد فهو محمد إذا كان كثير الخصال التي يحمد عليها ولذلك كان أبلغ من محمود فإن محمودا من الثلاثي المجرد ومحمد من المضاعف للمبالغة فهو الذي يحمد أكثر مما يحمد غيره من البشر ولهذا والله أعلم سمي به في التوراة لكثرة الخصال المحمودة التي وصف بها هو ودينه وأمته في التوراة حتى تمنى موسى أن يكون منهم وقد أتينا على هذا المعنى بشواهده هناك وبينا غلط أب القاسم السهيلي حيث جعل الأمر بالعكس وأن اسمه في التوراة أحمد وأما أحمد فهو اسم على زينة أفعال التفضيل مشتق أيضا من الحمد وقد اختلف الناس فيه هل هو بمعنى فاعل أو مفعول فقال الطائفة هو بمعنى الفاعل أي حمده لله أكثر من حمد غيره له فمعناه أحمد الحامدين لربه ورجح هذا القول بأن قياس أفعال التفضيل أن يصاغ من فعل الفاعل لا من الفعل الواقع على المفعول قالوا ولهذا لا يقال ما أضرب زيدها ولا زيد أضرب من عمر باعتبار الضرب الواقع عليه ولا ما أشرب الماء وآكل الخبز ونحوه قالوا لأن أفعل التفضيل وفعل التعجب إنما يصاغان من الفعل اللازم ولهذا يقدر نقله من فعل وفعل المفتوح العين والمكسورها إلى فعل المضموم العين قالوا ولهذا يعدى بالهمزة إلى المفعول فهمزته للتعذية كقوله فهمزته للتعذية كقولك ما أضرف زيدا وأكرم عمر وأصلهما من ظرف وكرما قالوا لأن المتعجب منه فاعل في الأصل فوجب أن يكون فعله غير متعد قالوا وأما نحو ما أضرب زيدا لعمر فهو منقول من فعل المفتوح العين إلى فعل المضموم العين ثم عدي والحالة هذه بالهمزة قالوا والدليل على ذلك مجيئهم بالله فيقولون ما أضرب زيدا لعمر ولو كان باقيا على تعديه لقيل ما أضرب زيدا عمرا لأنه متعد إلى واحد بنفسه وإلى الآخر بهمزة التعذية فلما أنعدوه إلى المفعول بهمزة التعذية عدوه إلى الآخر بالله فهذا هو الذي أوجب لهم أن قالوا إنهما لا يصاغان إلا من فعل الفاعل لا من الواقع على المفعول ونازعهم في ذلك آخرون وقالوا يجوز صوغهما من فعل الفاعل ومن الواقع على المفعول وكثرة السماع به من أبيان الأدلة على جوازه تقول العرب ما أشغله بالشيء وهذا من شغل فهو مشغول وكذلك يقولون ما أولعه بكذا وهذا من أولع بالشيء فهو مولع مبني للمفعول ليس إلا وكذلك قولهم ما أعجبه بكذا هو من أعجب به ويقولون ما أحبه إلي هو من تعجب من فعل المفعول وكونه محبوبا لك وكذا ما أبغضه إلي وأمقته إلي وهنا مسألة مشهورة ذكرها سيبويه وهي أنك تقول ما أبغضني له وما أحبني له وما أمقتني له إذا كنت أنت المبغض الكاره والمحب والماقت فتكون متعجبا من فعل الفاعل وتقول ما أبغضني إليه وما أمقتني إليه وما أحبني إليه إذا كنت أنت البغض الممقوت أو المحبوب فيكون تعجبا من الفعل الواقع على المفعول فما كان باللام فهو للفاعل وما كان بإلى فهو للمفعول وأكثر النحات لا يعللون هذا والذي يقال في علته والله أعلم أن اللام تكون للفاعل في المعنى نحن قولك لمن هذا فيقال لزيد فيأتي باللام وأما إلى فتكون للمفعول في المعنى تقول إلى من يصل هذا الكتاب فيقول إلى عبد الله وسر ذلك أن اللام في الأصل للملك أو الاختصاص والاستحقاق والملك والاستحقاق إنما يكون للفاعل الذي يملك ويستحق وإلى الانتهاء الغاية والغاية منتهى ما يقتضيه الفعل فهي بالمفعول أليق لأنها تمام مقتضى الفعل ومن التعجب من فعل المفعول قول كعب بن زهير في النبي صلى الله عليه وسلم فله وأخوف عندي إذ أكلمه وقيل إنك محبوس ومقتول من ضيغم بثراء الأرض مخدره ببطن عثر غيل دونه غيل فأخوف هاهنا من خيفة فهو مخوف لا من خافة وكذلك قولهم ما أجن زيدا من جنة فهو مجنون هذا مذهب الكوفيين ومن وافقهم قال البصريون كل هذا شاذ لا يعول عليه فلا تشوش به القواعد ويجب الاقتصار منه على المسموع قال الكوفيون كثرة هذا في كلامهم نظما ونثرا يمنع حمله على الشذود لأن الشاذ ما خال فاستعمالهم ومضطرد كلامهم وهذا غير مخالف لذلك قالوا وأما تقديركم لزوم الفعل ونقله إلى فعل فتحكموا لا دليل عليه وما تمسكتم به من التعديث بالهمزة إلى آخره فليس الأمر فيها كما ذهبتم إليه والهمزة في هذا البناء ليست للتعديث وإنما هي للدلارة على معنى التعجب والتفضيل فقط كآلف فاعل وميم مفعول وواوه وتاء الافتعال والمطاوعة ونحوها من الزوائد التي تلحق الفعل الثلاثية لبيان ما لحقه من الزيادة على مجرده وهذا هو السبب الجالب لهذه الهمزة لا تعديث الفعل قالوا والذي يدل على هذا أن الفعل الذي تعدى بالهمزة يجوز أن يعدى بحرف الجر والتضعيف نحو جلست به وأجلسته وقمت به وأقمته ونظائره وهنا لا يقوم مقام الهمزة غيرها فعلم أنها ليست للتعديث المجرد وأيضا فإنها تجامع باء التعديث نحو أكرم به وأحسن به ولا يجمع على الفعل بين معديين وأيضا فإنهم يقولون ما أعطاه للدراهم وأكساه للثياب وهذا من أعطاء وكساء المتعدي ولا يصح تغدير نقله إلى عطو إلى عطو إذا تناول ثم أدخلت عليه همزة التعديث لفساد المعنى فإن التعجب إنما وقع من أعطائه لا من عطوه وهو تناوله وهو تناوله والهمزة التي فيه همزة التعجب والتفضيل وحدفت همزته التي في فعله فلا يصح أن يقال هي للتعديث قالوا وأما قولكم إنه عدي باللام في نحو ما أضربه لزيد إلى آخره فالإتيان باللام هاهنا ليس لما ذكرتم باللزوم الفعل وإنما أتي بها تقوية له لما ضعف بمنعه من التصرف وألزم طريقة واحدة خرج بها عن سنن الأفعال فضعف عن اقتضائه وعمله فقوي باللام كما يقوى بها عند تقدم معموله عليه وعند فرعيته وهذا المذهب هو الراجح كما تراه فلنرجع إلى المقصود فنقول تقدير أحمد على قول الأولين أحمد الناس لربه وعلى قول هؤلاء أحق الناس وأولاهم بأن يحمد فيكون كمحمد في المعنى إلا أن الفرق بينهما أن محمدا هو كثير الخصال التي يحمد عليها وأحمد هو الذي يحمد أفضل ما يحمد غيره فمحمد في الكثرة والكمية وأحمد في الصفة والكيفية فيستحق من الحمد أكثر ما يستحق غيره وأفضل مما يستحق غيره فيحمد أكثر حمد وأفضل حمد حمده البشر فالإسمان واقعان على المفعول وهذا أبلغ في مدهه وأكمل معنى ولو أريد معنى الفاعل لسمي الحمد أي كثير الحمد فإنه صلى الله عليه وسلم كان أكثر الخلق حمدا لربه فلو كان اسمه أحمد باعتبار حمده لربه لكان الأولى به الحمد كما سميت بذلك أمته وأيضا فإن هذين الإسمين إنما اشتقى من أخلاقه وخصائله المحمودة التي لأجلها استحق أن يسمى محمدا وأحمد فهو الذي يحمده أهل السماء وأهل الأرض وأهل الدنيا والآخرة لكثرة خصائله المحمودة التي تفوت عبد العاد دين وإحصاء المحصين وقد أشبعنا هذا المعنى في كتاب الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم وإنما ذكرنا هاهنا كلمات يسيرة اقتضتها حالة المسافر وتشتت قلبه وتفضق همته وبالله المستعان عليه التكلان وأما اسم المتوكل فبصحيه البخاري عن عبد الله بن عمر أرضي الله عنهما قال قرأت في التوراة صفة النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله عبده ورسولي سميتك المتوكل ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة بل يعفو ويصفح ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله وهو صلى الله عليه وسلم حق الناس بهذا الاسم لأنه توكل على الله في إقامة الدين توكلا لم يشركه فيه غيره وأما الماحي والحاشر والمقفي والعاقب فقد بسرت في حديث جميل بن مطعم فالماحي الذي محى الله به الكفر ولم يمحى الكفر بأحد من الخلق ما محي بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه بعث وأهل الأرض كلهم كفار إلا بقايا من أهل الأرض وهم ما بين عباد أوثان ويهود مغضوب عليهم ونصارى ضالين وصابئة دهرية لا يعرفون ربا ولا معدى وبين عباد الكواكب وعباد النار وفلاسفة لا يعرفون شرائع الأنبياء ولا يقرون بها فمحى الله سبحانه برسوله ذلك حتى ظهر دين الله على كل دين وبلغ دينه ما بلغ الليل والنهار وسارت دعوته مسير الشمس في الأقطار وأما الحاشر فالحاشر هو الضم والجمع فهو الذي يحشر الناس على قدمه فكأنه بعث ليحشر الناس والعاقب الذي جاء عقب الأنبياء فليس بعده نبي فإن العاقب هو الآخر فهو بمنزلة الخاتم ولهذا سمي العاقب على الإطلاق أي عقب الأنبياء جاء بعقبهم وأما المقفي فكذلك وهو الذي قفى على آثار من تقدمه من الرسل فقفى الله به على آثار من سبقه من الرسل وهذه اللفظة المشتقة من القفوي يقال قفاه يقفو إذا تأخر عنه ومنه قافية الرأس وقافية البيت فالمقفي الذي قفى من قبله من الرسل فكان خاتمهم وآخرهم وأما نبي التوبة فهو الذي فتح الله به باب التوبة على أهل الأرض فتاب الله به عليهم توبة لم يحصل مثلها لأهل الأرض قبله وكان صلى الله عليه وسلم أكثر الخلق استغفارا وتوبة حتى كانوا يعدون له في المجلس الواحد مئة مرة رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الغفور وكان يقول يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إلى الله في اليوم مئة مرة وكذلك توبة أمته أكمل من توبة سائر الأمم وأسرع قبولا وأسهل تناولا وكانت توبة من قبلهم من أصعب الأشياء حتى كان من توبة بني إسرائيل من عبادة العجل قتل نفوسهم وأما هذه الأمة فلكرامتها على الله جعل توبتها الندم والإقلاع وأما نبي الملحمة فهو الذي بعث بجهاد أعداء الله فلم يجاهد نبي وأمته قط ما جاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته والملاحم الكبار التي وقعت وتقع بين أمته وبين الكفار لم يعهد مثلها قبله فإن أمته يقتلون الكفار في أقطار الأرض على تعقب العصار وأوقعوا بهم من الملاحم ما لم تفعله أمة سواهم وأما نبي الرحمة فهو الذي أرسله الله رحمة للعالمين فرحم به أهل الأرض كلهم مؤمنهم مؤمنهم وكافرهم أما المؤمنون فنالوا النصيب الأوفر من الرحمة وأما الكفار فأهل الكتاب منهم عاشوا في ظله ودحت حبله وعهده وأما من قتله منهم هو أمته فإنه عجلوا به إلى النار وأراحوه من الحياة الطويلة التي لا يزداد بها إلا شدة العذاب في الآخرة وأما الفاتح فهو الذي فتح الله به باب الهدى بعد أن كان مرتجا وفتح به الأعين العمي والآذان الصم والقلوب الغلفة وفتح به أمصار الكفر وفتح به أبواب الجنة وفتح به طرق العلم النافع والعمل الصالح ففتح به الدنيا والآخرة والقلوب والأسماع والأبصار والأمصار وأما الأمين فهو أحق العالمين بهذا الاسم فهو أمين الله على وحيه ودينه وهو أمين من في السماء وأمين من في الأرض ولهذا كانوا يسمونه قبل النبوة الأمين وأما الضحوك القتال فاسمان مزدوجان لا ينفرد أحدهما عن الآخر فإنه ضحوك في وجوه المؤمنين غير عابس ولا مقطب ولا غضوب ولا فض قتال لأعداء الله لا تأخذه فيهم لوم تلائم وأما البشير فهو المبشر لمن أطاعه بالثواب والنذير المنذر لمن أعصاه بالعقاب وقد سماه الله عبده في كتابه في مواضع منها قوله وأنه لما قام عبد الله يدعوه وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده فأوحى إلى عبده ما أوحى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا وثبت عنه في الصحيح أنه قال أنا سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم وسماه الله سراجا منيرا وسما الشمس سراجا وهاجا والمنير هو الذي ينير من غير إحراق بخلاف الوهاج فإن فيه نوع إحراق وتواهج فصل في ذكر الهجرة الأولى والثانية لما كثر المسلمون وخاف منهم الكفار اشتد أذاهم لهم وفتنتهم إياهم فأدن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة إلى الحبشة وقال إن بها ملكا لا يبرم الناس عنده فهجر من المسلمين 12 رجلا وأربع نسوة منهم عثمان بن عفان وهو أول من خرج ومعه زوجته رغية فأقاموا بالحبشة في أحسن جوار فبلغهم أن قريشا أسلمت وكان هذا الخبر كذبا فرجعوا إلى مكة فلما بلغهم أن الأمر أشد مما كان رجع منهم من رجع ودخل جماعة فلقوا من قريش أذى شديدة وكان ممن دخل عبد الله بن وسعود ثم أدن لهم في الهجرة ثانيا إلى الحبشة فهاجر من الرجال ثلاثة وثمانون رجلا إن كان فيهم عمار فإنه يشك فيه ومن النساء ثمان عشرة امرأة وأقاموا عند النجاشي على أحسن حال وبلغ ذلك قريشا فأرسلوا عمرا بن العاص فأرسلوا عمرا بن العاص في جماعة ليكدوهم عند النجاشي فرد الله كيدهم في نحورهم فاشتد أذاهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فحصروا أهل بيته في الشعب شعب أبي طارب ثلاثة سنين وقيل سنتين وخرج من الحصر وله تسع وأربعون سنة وقيل ثمان وأربعون سنة وبعد ذلك بأشهر مات عمه أبو طارب وله سبع وثمانون سنة وفي الشعب ولد عبد الله بن عباس فنالت منه الكفار أذى شديدة ثم ماتت خديجة بعد ذلك بيسير فاشتد أذى الكفار له فخرج إلى الطائف هو زيد بن حارثة يدعو إلى الله وأقام به أياما فلم يجربوه وآذوه وأخرجوه وقاموا له سماطين فرجموه بالهجارة حتى أدموا كعبيه فانصرف عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا إلى مكة وفي طريقه لقي عداسا النصرانية فآمن به وصدقه وفي طريقه أيضا بنخلة صرف إليه نثر من الجن سبعة من أهل نصيبين فاستمعوا القرآن وأسلموا وفي طريقه تلك أرسل الله إليه ملك الجبال يأمره بطاعته وأن يطبق عليه أعلى قومه أخشبي مكة وهما جبلاها إن أراد فقال بل أستأني بهم لعلم الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا وفي طريقه دعا بذلك الدعاء المشهور اللهم إليك أشكو ضعف قوتي الحديث ثم دخل مكة في جوار المطعم ابن عدي ثم أسري بجسده وروحه إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى فوق السماوات إلى الله عز وجل فخاطبه وفرض عليه الصلوات وكان ذلك مرة واحدة هذا أصح الأقوال وقيل كان ذلك منام وقيل بل يقال أسري به ولا يقال يقضة ولا منام وقيل كان الإسراء إلى بيت المقدس يقضة وإلى السماء منام وقيل كان الإسراء مرتين مرة يقضة ومرة منام وقيل بل أسري به ثلاث مرات وكان ذلك بعد المبعث بالاتفاق وأما ما وقع في حديث شريك أن ذلك قال كان قبل أن يوحى إليه فهذا مما عد من أغراط شريك الثمانية وسوء حفظه لحديث الإسراء وقيل إن هذا كان إسراء المنام قبل الوحي وأما إسراء اليقظة فبعد النبوة وقيل بل الوحي ها هنا مقيد وليس بالوحي المطلق الذي هو مبدأ النبوة والمراد قبل أن يوحى إليه في شأن الإسراء فأسري به فجأة من غير تقدم إعلام يدعو القبائل إلى الله تعالى ويعرض نفسه عليهم في كل موسم أن يؤوه حتى يبلغ رسالة ربه ولهم الجنة فلم يستجب له قبيلة وذخر الله ذلك كرامة للأنصار فلما أراد الله إظهار دينه ونصر نبيه وإنجاز وعده وإعلاء كلمته والانتقام من أعدائه ساقه إلى الأنصار لما أراد بهم من الكرامة فانتهى إلى نفر منهم ستة وقيل ثمانية وهم يحلقون رؤوسهم عند عقبة ملا في الموسم فجلس إليهم ودعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن فاستجابوا لله ورسوله ورجعوا إلى المدينة فدعوا قومهم إلى الإسلام حتى فشى فيهم ولم يبقى دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأول مسجد قرئ فيه القرآن بالمدينة مسجد بني زريق ثم قدم مكة في العام الثاء القابل إثنى عشر رجلا من الأنصار خمسة منهم من الستة الأولين فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على باعة النساء عند العقبة ثم انصرفوا إلى المدينة فقدم عليهم في العام القابل منهم ثلاثة وسبعون رجلا وامرأتان وهم أهل العقبة الأخيرة فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم وأنفسهم ويرحل هو وأصحابه إليهم واختار رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم اثنى عشر نقيبة وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه في الهجرة إلى المدينة فخرجوا أرسالا متسللين أولهم فيما قيل أبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي وقيل مصعب بن عمير فقدموا على الأنصار في دورهم فآووهم ونصروهم وفشل الإسلام بالمدينة ثم أذن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بالهجرة فخرج من مكة يوم الاثنين في شهر ضبيع الأول وقيل في صفر وله إذ ذاك ثلاث وخمسون سنة ومعه أبو بكر الصديق وعام ضد فهير مولى أبي بكر ودليلهم عبد الله من الأريقط الليثي فدخل غار ثور هو وأبو بكر وأقاما فيه ثلاثا ثم أخذا على طريق الساحل فلما انتهوا إلى المدينة وذلك يوم الاثنين الاثنتين عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول وقيل غير ذلك نزل بقباء في أعلى المدينة على بني عمر بن عوف ونزل على كلثوم بن الهدم وقيل على سعد بن خيثمة والأول أشهر فأقام عندهم أربعة عشر يوم وأسس مسجد قباء ثم خرج يوم الجمعة فأدركته الجمعة في بني سالم فجمع بهم في من كان معه من المسلمين وهم مئة ثم ركب ناقته وسار وجعل الناس يكلمونه في النزول عليهم ويأخذون بخطام الناقة فيقول خلوا سبيلها فإنها مأمورة فبركت عند مسجده اليوم وكان مربدا لسهل وسهيل غلامين من بني النجار فنزل عنها على أبي أيوب الأنصري ثم بنى مسجده موضع المربد بيده هو وأصحابه بالجريد واللبن ثم بنى مساكنه ومساكن أزواجه إلى جنبه وأقربها إليه مسكن عائشة ثم تحول بعد سبعة أشهر من دار أبي أيوب إليها وبلغ أصحابه بالحبشة هجرته إلى المدينة فرجع منهم ثلاثة وثلاثون رجلا فحبس منهم بمكة سبعة وانتهى بقيتهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ثم هاجر بقيتهم في السفينة عام خيبر سنة سبع فصل في أولاده صلى الله عليه وسلم أولهم القاسم وبه كان يكن مات طفلا وقيل عاش إلى أن ركبت دابة وسار على النجيبة ثم زينب وقيل هي أسن من القاسم ثم رقية وأم كلثوم وفاطمة وقد قيل في كل واحدة منهن إنها أسن من أختيها وقد ذكر عن ابن عباس أن رقية أسن الثلاث وأم كلثوم أصغرهن ثم ولد له عبد الله وهل ولد بعد النبوة أو قبلها فيه اختلاف وصحح بعضهم أنه ولد بعد النبوة وهل هو الطيب والطاهر أو هما غيره على قولينه والصحيح أنهما لقبان له والله أعلم وهؤلاء كلهم من خديجة ولم يولد له من زوجة غيرها ثم ولد له إبراهيم بالمدينة من سريته مارية القبطية سنة ثمان من الهجرة وبشره به أبو رافع مولاه فوهب له عبده ومات طفلا قبل الفضام واختلف هل صلى عليه أم لا على قولينه وكل أولاده توفي قبله إلا فاطمة فإنها تأخرت بعده بستة أشهر فرفع الله لها بصبرها واحتسابها من الدرجات ما فضلت به نساء العالمين وفاطمة أفضل بناته على الإطلاق وقد قيل إنها أفضل نساء العالمين وقيل بل أمها خديجة وقيل بل عائشة وقيل بالوقف في ذلك فصل في أعمامه وعماته صلى الله عليه وسلم فمنهم أسد الله وأسد رسوله سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب والعباس وأبو طالب واسمه عبد بناف وأبو لهب واسمه عبد العزة والزبير وعبد الكعبة والمقوم وضرار وقثم والمغيرة ولقبه حجل والغيداق واسمه مصعب وقيل نوفل وزاد بعضهم العوام ولم يسلم منهم إلا حمزة والعباس وأما عماته فصفية أم الزبير بن العوام وعاتكة وبره وأروى وأميمة وأم حكيم البيضاء أسلم منهن صفية واختلف في إسلام عاتكة وأروى وصحح بعضهم إسلام أروى وأسن أعمامه الحارث وأصغرهم سنن العباس وأصغرهم سنن العباس والعقب منه له حتى ملأ ولده الأرض وقيل أحصوا في زمن المأمون فبلغوا ستمائة ألف وفي ذلك نظر لا يغفى وكذلك أعقب أبو طالب وأكثر والحارث وأبو لهب وجعل بعضهم عبد الكعبة والمقوم واحدا وبعضهم الغيداق وحجلا واحدا فصل في أزواجه صلى الله عليه وسلم أولهن خديجة بنت خويلد القرشية الأسدية تزوج بها قبل النبوة ولها أربعون سنة ولم يتزوج عليها حتى ماتت وأولاده كلهم منها إلا إبراهيم وهي التي وازرته على النبوة وجاهدت معه وواسته بنفسها ومالها وأرسل الله إليها السلام مع جبريل وهذه خاصية لا تعرف لبراءة سواها وماتت قبل الهجرة بثلاث سنين ثم تزوج بعد موتها بأيام سودة بنت زمعة الغرشية وهي التي وهبت يومها لعائشة ثم تزوج بعدها أم عبد الله عائشة الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات حبيبة رسول الله حبيبة رسول رب العالمين عائشة بنت أبي بكر الصديق وعرضها عليه الملك قبل نكاحها في سرقة من حديد وقال هذه زوجتك تزوج بها في شوال وعمرها ست سنين وبنى بها في شوال في السنة الأولى من الهجرة وعمرها تسع سنين ولم يتزوج بكرا غيرها وما نزل عليه الوحي في لحاف امرأة غيرها وكانت أحب الخلق إليه ونزل عذرها من السماء واتفقت الأمة على كفر قاذفها وهي أفقه نسائه وأعلمهن بل أفقه نساء الأمة وأعلمهن على الإطلاق وكان الأكابض من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرجعون إلى قولها ويستفتونها وقيل إنها أسقطت من النبي صلى الله عليه وسلم سقطا ولم يثبت ثم تزوج حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها وذكر أبو داود أنه طلقها ثم راجعها ثم تزوج زينب بنت خزيمة بن الحارث القيسية من بني هلال بن عامل وتوفيت عنده بعد ضمه لها بشارين ثم تزوج أم سلمة هند بنت أبي أمية القرشية المخزومية واسم أبي أمية حضيفة بن المغيظة وهي آخر نسائه موتا وقيل آخرهن موتا صفية واختلف في من ولي تزويجها منه فقال ابن سعد في الطبقات ولي تزويجها منه سلمة بن أبي سلمة دون غيره من أهل بيتها ولما زوج النبي صلى الله عليه وسلم سلمة بن أبي سلمة أمامة بنت حمزة التي اختصم فيها علي وجعفر زيد قال هل جزيت سلمة يقول ذلك لأن سلمة هو الذي هو الذي ولي تزويجه دون غيره من أهله من أهله ذكر هذا في ترجمة سلمة ذكر هذا في ترجمة سلمة ثم ذكر في ترجمة أم سلمة عن الواقدي حدثني مجمع بن يعقوب عن أبي باكر بن محمد بن عمر بن أبي سلمة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلمة خطب أم سلمة إلى ابنها عمر بن أبي سلمة فزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يومئذ غلام صغير وقال الإمام أحمد في المسند حدثنا عفان حدثنا حمد بن سخلمة أخبرنا ثامت قال حدثني بن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أم سلمة أنها لما انقضت عدتها من أبي سلمة بعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم إني امرأة غيرا وإني مصبية وليس أحد من أوليائه حاضر الحديث وفيه فقالت لابنها عمر قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجه وفي هذا نظر فإن عمر هذا كان سنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع سنين ذكره ابن سعد وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال سنة أربع فيكون له من العمر حينئذ ثلاث سنين ومثل هذا لا يزوج قال ذلك ابن سعد وغيره ولما قيل ذلك لإمام أحمد قال من يقول إن عمر كان صغيرا قال أبو الفرج ابن الجوزي ولعل أحمد قال هذا قبل أن يقف على مقدار سنه فقد ذكر مقدار سنه فقد ذكر مقدار سنه جماعة من المؤرخين ابن سعد وغيره وقد قيل إن الذي زوجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عميها عمر بن الخطاب والحديث قم يا عمر فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسب عمر ونسب أم سلمة يلتقيان في كعب فإنه عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب وأمه سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن ياقظة بن مورة بن كعب ووافق اسم ابنها عمر اسمه فقالت قم يا عمر فزوج رسول الله فظن بعض الرواة أنه ابنها فرواه بالمعنى وقال فقالت لابنها وذهل عن تعذر ذلك عليه لصغر سنه ونظير هذا وهم بعض الفقهاء في هذا الحديث ورواياتهم له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا غلام فزوج أمك قال أبو الفرج بن الجوزي وما عرفنا هذا في هذا الحديث قال وإن ثبت فيحتمل أن يكون قاله على وجه المدعبة للصغير إذ كان له من العمر يومئذ ثلاث سنين لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها في سنة أربع ومات ولعمر تسع سنين ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفتقن نكاحه إلى ولي قال ابن عقيل ظاهر كلام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشترط في نكاحه الولي وأن ذلك من خصائصه ثم تزوج زينة بن تجحش من بني أسد بن خزيمة وهي ابنة عمتي أميمة وفيها نزل قوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها وبذلك كانت تفتخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وتقول زوجكن أهالكن وزوجن الله من فوق سبع سماوات ومن خواصها أن الله كان هو وليها الذي زوجها لرسوله من فوق سماواته وتوفيت في أول خلافة عمر بن الخطاب وكانت أولا عند زيد بن حارثة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تبناه فلما طلقها زوجه الله إياها لتتأسى به أمته في نكاح أزواجه في نكاح أزواج من تبنوه وتزوج جوائرية بنت الحارث ابن أبي ضرار المصطلقية وكانت من سبيبا المصطلق فجاءت تستعين به على كتابتها فأدى عنها كتابتها وتزوجها وتزوج أم حبيبة واسمها رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب القراشية الموية فقيل اسمها هند تزوجها وهي بولاد الحبشة مهاجرة وأصدقها عنه النجاشي أربعمائة دينار أربعمائة دينار وسيقت إليه من هناك وماتت في أيام أخيها معاوية هذا المعروف المتواتر عند أهل السيري والتواريخ وهو عندهم بمنزلة نكاحه لخديجة بمكة ولحفصة بالمدينة ولصفية بعد خيبر وأما حديث عكريمة ابن عمار عن أبي زمير عن ابن عباس أن أبا سفيان قال النبي صلى الله عليه وسلم سألك ثلاثا فعطاه إياهن منها وعنتي أجمل العرب أم حبيبة أزوجك إياها فهذا الحديث غلط ظاهر لخفاء به قال أبو محمد بن حزم وهو موضوع بلا شك كذبه عكريمة ابن عمار قال ابن الجوزي في هذا الحديث هو وهم من بعض الرواة لا شك فيه ولا تردد وقال اتهم به عكريمة ابن عمار لأن أهل التاريخ أجمعوا على أن أم حبيبة كانت تحت عبيد الله بن جحش وولدت له وهاجر بها وهما مسلمان إلى أرض الحبشة ثم تنصر وثابتت أم حبيبة على إسلامها فمعث رسول الله صلى الله عليه إلى النجاشي يخطبها عليه فزواجه إياها وأصدقها عن رسول الله صلى الله صداقة وذلك في سنة سبع من هجرة وجاء أبو سفيان في زمن الهدنة فثنت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يجلس عليه ولا خلاف أن أبو سفيان ومعاوية أسلما في فتح مكة سنة الثمان وأيضا في هذا الحديث أنه قال له وتؤمرني حتى قاتل الكفار كما كنت قاتل المسلمين فقال نعم ولا يعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبو سفيان البتة أمر أبو سفيان البتة وقد أكثر الناس الكلام في هذا الحديث وتعدد الطرقهم في وجهه فمنهم من قال الصحيح أنه تزوجها بعد الفتح لهذا الحديث قال ولا يرد هذا بنقل المؤرخين وهذه طريقة باطلة عند من له أدنى علم بالسهر والتواريخ وما قد كان وقال الطائفة بل سأله أن يجدد له العقدة طيبا لقلبه فإنه كان تزوجها بغير اختياره وهذا أيضا باطل لا يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يليق بعقل أبي سفيان ولم يكن من ذلك شيء وقال الطائفة منهم البيهقي والمنذري يحتمل أن تكون هذه المسألة من أبي سفيان وقعت في بعض خرجاته إلى المدينة وهو كافر حين سمع نعي زوج أم حبيبة بالحبشة فلما ورد على هؤلاء ما لا حيلة لهم في دفعه من سؤاله أن يؤمره حتى يقاتل الكفار وأن يتخذ ابنه كاتبا قالوا لعل هاتين المسألتين وقعتان منه بعد الفتح فجمع الراوي ذلك كله في حديث الواحد والتعسف والتكلف الشديد الذي في هذا الكلام يغني عن رده وقال الطائفة للحديث محمل صحيح وهو أن يكون المعنى أرضى أن تكون زوجتك الآن فإني قبل لم أكن راضيا بذلك والآن فإني قد رضيت فأسألك أن تكون زوجتك هذا وأمثاله لولا أنه قد سودت به الأوراق وصنفت فيه الكتب وحمله الناس لكان الأولى بنا الرغبة عنه لضيق الزمان عن كتابته وسمعه والاشتغال به فإنه من زبد الصدود لا من زبدها وقال الطائفة لما سمع أبو سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق نساءه لما آل منهن أقبل إلى المدينة وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ما قال ظنا منه أنه قد طلقها في من طلق وهذا من جنس ما قبله وقال الطائفة بين الحديث صحيح ولكن واقع الغلط والواهم من أحد الضغوات في تسمية أم حبيبة وإنما سأله أن يزوجه أختها رملة ولا يبعد خفاء التحريم للجمع عليه فقد خافي ذلك على ابنته وهي أفقه منه وأعلم حين قالت يا رسول الله هلك في أختي ابنت أبي سفيان فقال أفعل ماذا قالت تنكحها قال أوتحبين ذلك قالت لست لك بمخلية وأحب 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 من شركني في الخير أختي قال فإنها لا تحل لي فهذه هي التي عرضها أبو سفيان على النبي صلى الله عليه وسلم فسمها الراوي من عنده أم حبيبة وقيل بل كانت كنيتها أيضا أم حبيبة وهذا الجواب حسن لولا قوله في الحديث فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سأل فيقال حينئذ هذه اللفظة أهم من الراوي فإنه أعطاه بعض مسأل فقال الراوي أعطاه مسألة وأطلقها إذ كان على فهم المخاطب أنه أعطاه ما يجوز إعطاؤه مما سأل والله أعلم وتزوج صلى الله عليه وسلم صفية بنت حويي بن أخطب سيد بن النظير من ولد هارون بن عمران أخي موسف هي أبنة نبي وزوجة نبي وكانت من أجمل نساء العالمين وكانت قد صارت له من الصفي أمة فأعتقها وجعل عطقها صداقها فصار ذلك سنة للأمة إلى يوم القيامة أن يعطق رجل أمته ويجعل عطقها صداقها فتصير زوجته بذلك فإذا قال أعتقت أمتي وجعلت عطقها صداقها أو قال جعلت عطق أمتي صداقها صح العطق والنكاح وصارت زوجته من غير احتياج إلى تجديد عقد ولا ولي وهذا ظاهر مذهب أحمد وكثير من أهل الحديث وقال الطائفة هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو مما خصه الله به في النكاح دون الأمة وهذا قول الأئمة الثلاثة ومن وافقهم والصحيح القول الأول لأن الأصل عدم الاختصاص حتى يقوم عليه دليل والله سبحانه لما خصه بنكاح الموهوبة قال فيها خالصة لك من دون المؤمنين ولم يقل هذا في المعتقى ولا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقطع تأسي الأمة به في ذلك والله سبحانه أباح له نكاح امرأة من تبناه لألا يكون على الأمة حرج في نكاح أزواج من تبنوه فدل على أنه إذا نكح نكاحا فلأمته التأسي به فيه ما لم يأتي عن الله ورسوله نفس بالاختصاص وخطأ التأسي وهذا ظاهر ولتقرير هذه المسألة وبسط الاحتجاج فيها وتقرير أن جوازه مثل هذا هو مقتضر أصول والقياس موضع آخر وإنما نبهنا عليه تنبيها ثم تزوج ميمونة بنت الحارث الهلالية وهي آخر من تزوج بها تزوجها بمكة في عمرة القضاء بعد أن حل منها على الصحيح وقيل قبل إحلاله هذا قول ابن عباس وواهم رضي الله عنه فإن السفير بينهما في النكاح أعلم الخلق بالقصة وهو أبو رافع وقد أخبر أنه تزوجها حلالا وقال أنا كنت السفير بينهما وابن عباس إذ ذاك له نحو العشر سنين أو فوقها وكان غائبا عن القصة لم يحضرها وأبو رافع رجل بالغ وعلى يده دارة القصة وهو أعلم بها ولا يخفى أن مثل هذا الترجيح موجب للتقديم وماتت أيام معاوية وقبرها بسرف وقيل ومن أزواجه ريحانة بنت زيد النظرية وقيل القرضية سبيت يوم بني قريضة فكانت صفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقها وتزوجها ثم طلقها تطليقة ثم راجعها وقالت طائفة بل كانت أمته فكان يطعه بملك اليمين حتى توفي عنها في معدودة في السراري لا في الزوجات والقول الأول اختيار الواقدي ووافقه عليه شرف الدين الدمياطي وقال هو الأثبت عند أهل العلم وفيما قاله نظر فإن المعروف أنها من سراريه وإمائه والله أعلم فهؤلاء نساؤه المعروفات التي دخل بهن وأما من خطبها ولم يتزوجها ومن وهبت نفسها له فلم يتزوجها فنحو أربع أو خمس وقال بعضهم هن ثلاثون امرأة وأهل العلم بالسيرة وأحواله صلى الله عليه وسلم لا يعرفون هذا بل ينكرونه والمعروف عندهم أنه بعث في الجونية ليتزوجها فدخر عليها ليخطبها فاستعاذت منه فأعاذها ولم يتزوجها وكذلك الكلبية وكذلك التي رأى بكشحها بياضا فلم يدخل بها والتي وهبت نفسها له فزوجها غيره على سور من القرآن وهذا هو المحفوظ والله أعلم ولا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم توفي عن تسع كان يقصي منهن لثمان عائشة وحفصة وزينب بنت جحش وأم سلمة وصفية وأم حبيبة وميمونة وسودة وجويدية وأول نسائه لحوقا به بعد وفاته زينب بنت جحش سنة عشرين وآخرهن موتا أم سلمة سنة ثنتين وستين في خلافة يزيد والله أعلم فصل في سراريه صلى الله عليه وسلم قال أبو عبيدة كان له أربع إماء كان له أربع مارية وهي أم ولده إبراهيم وريحانة وجارية أخرى جميلة أصابها في بعض السبي وجارية وهبتها له زينب بنت جحش فصل في مواليه صلى الله عليه وسلم فمنهم زيد بن حارثة ابن شراحي الحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقه وزواجه مولاته أم أيمن فولدت له أسامة ومنهم أسلم وأبو رافع وثوبان وأبو كبشة سليم وشقران واسمه صالح ورباح نوبي ويسار نوبي أيضا وهو قدير العرانيين ومدعم وكركرة نوبي أيضا وكان على ثقله صلى الله عليه وسلم وكان يمسك راحلته عند القتال يوم خايبر وفي صحيح البخاري أنه الذي غل الشملة ذلك اليوم فقتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لتلتهب عليه نارا وفي الموطئ أن الذي غلها مدعم وكلاهما قتل بخايبر والله أعلم ومنهم أنجشة الحادي وسفينة بن فروق واسمه مهران وسموه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفينة لأنهم كانوا يحملونه في السفر متاعهم فقال أنت سفينة قال أبو حاتم أعتقه النبي صلى الله عليه وسلم وقال غيره أعتقته أم سلمة ومنهم أنسه ويكنا أبا مسوح وأفلح وعبيد وطهمان قيل وهو كيسان وذكوان ومهران ومروان وقيل هذا اختلاف في اسم طهمان والله أعلم ومنهم حنين وسندر وفضالة يماني ومأبور خصي وواقد وأبو واقد وهشام وأبو عسيب وأبو مويهبة ومن النساء سلمة أم رافع وميمونة بنت سعد وخضرة ورضوى وربيحة وأم ضميضة وميمونة بنت أبي عسيب ومارية وريحانة فصل في خدامه صلى الله عليه وسلم فمنهم أنس بن مالك وكان على حوائجه وعبد الله بن مسعود صاحب عليه وسواكه وعقبة بن عامر الجهني صاحب بغلته يقود به في الأسفار وأسلع بن شريك وكان صاحب راحلته وبلان بن رباحل المؤذن وسعد مولياء أبي بكر وأبو ذر الغفاري وأيمن بن عبيد وأمه أم أيمن مولياء النبي صلى الله عليه وسلم وكان أيمن على مطهرته وحاجته إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ادعمنا بلايك وشير ولا تنسوا الاشتراك بالقناة ترجمة نانسي قنقر